تتزايد الاتهامات لحكومة الوحدة الوطنية الليبية برئاسة عبد الحميد الدبيبة طبعا بالفساد وأهدار المال العام لخدمة مصالح خاصة ومعها تتزايد أيضا التساؤلات حول مصيرها آخر هذه الاتهامات وجهها الجيش الليبي إلى الدبيبة قال فيها أن الأخير صرف منذ توليه منصبه قبل أعدة أشهر ما يزيد عن تسعين مليار دينار عشرون مليار منها على تنمية الفساد بدلا من تنمية الوطن وفق الجيش وتبع الجيش في بيانه قائلا أن الحكومة لم تفوت أي فرصة للكسب وحتى السمسرة وبدلا من أداء واجباتها تجاه الليبيين أوقف رئيسها رواتب قرابة نصف مليون مواطن ليبي هذه الاتهامات لم تبدأ مع اتهامات الجيش فقد سبقها قرار النائب العام حبس وزير التربية والتعليم أيضا ووزيرة الثقافة الذي تسبب بإحراج لرئيس الحكومة خاصة وأن قرار الحبس جاء على خلفية اتهامات للأول بالإهمال والمحسوبية في أزمة تأخر طباعة المناهج المدرسية والثانية على خلفية الانتفاع وتزوير مستندات متعلقة بصرف المال العام ويبدو أن الصبح ستتكر مع احتمالات توجيه اتهامات لوزيرة المالية التي طالبها النائب العام بتقديم توضيحات حول تجاوزات ومخالفات مالية وموافاته بمبررات تحويلات كبرى للخارج وتأتي هذه الاتهامات بالتزامن أيضا مع تزايد الدعوات لإقالتها وتكليف حكومة جديدة بإدارة البلاد حتى موعد الانتخابات المقبلة وقد تكون هذه الاتهامات فرصة ثمينة لخصوم حكومة لدبيبة للإطاحة بها وسحب الثقة منه وهو المطارد من قبل باتهامات بدفع رشاوة في ملتقى الحوار السياسي للوصول إلى السلطة على الجبهة المقابلة جاء تحرك لدبيبة ضمن مسارات متوازية بينها تشكيل لجنة تحقيق قضائية وقانونية لمتابعة ملفات الوزيرين المشتبه بهما وتوجيه انتقادات لتحرك نيابة العامة ضد وزرائه والحديث عن وجود حملة تستهدف حكومته ورد وزرائه بتقديم شرح تفصيلي لأوجه الانفاق والصرف منذ تولي الحكومة قيادة البلاد